احنا صف سيدس بحسة connect plus واحنا في يونت 4 lesson 5, 6, 7 تعالوا نشوف بقى lesson 5 عندنا احنا اخذنا الكلمات عندنا بقى the story the elephant and the mice وطبعا mice دي جامع mouse فهنا الفرام طيط محمد هتير الحد together many years ago a herd of elephants lived in india they were happy and their leader the queen the queen was the kindness and beast or the beast of the elephant during the day it was very hot and the elephant liked to like to swim in a lake near that lake there was an an old village nobody lived in the village no but no but there were under hundreds of hundreds of mice there leader the king leader their leader their leader the king was kind the elephant and the mice lived well together تم بيقولنا يعني في ساعة تنين قطيع من الالفانت الفيلة عايش في الهند وكانوا مبسوطين والليدر بتاعهم كانت queen مالكة كانت قطيب وضل محد في الفيلة و أثناء نهار it was very hot كان الدنيا حار قوي and the elephants like to swim الفيلة كتعيز تتتت في البحيرة lake near that lake بالقرب من البحيرة دي كانت في قرية قديمة محد العيش فيها but there were hundreds of mice كان في مئات من الفران القائد بتاعهم ال king was the kind the elephants and the mice lived well together الفران كانوا عايشين مع بعض في سلام طيب حالا هنقرأ من أول بط لحد situation but one day the elephants changed their road too late to the road this meant they walked along a path that was too close to the mice many of the elephants didn't see the mice they walked on them and heard them after after a while the mice said the mouse king said to the mouse king this cannot continue it isn't safe for us the mouse king said don't worry I will talk to the elephant queen and he went to see her the mouse king met the elephant queen and explained the problem she was shocked to hear what was happening and agreed to go different roads thank you for listening to and respecting our needs said the mouse king one day I hope we can help you if you are in difficult situation okay في يوم الأيام غيروا الطريق بتاعهم هما بيتو اليوم للبحيرة دول ده معناه انهما كانوا بيمشوا في طريق طويل قريب جدا من الفران وطبعا بما انهما ضخمين جدا فمش بيشوفوا هما بيدوسوا على ايه فكانوا بيدوسوا على بعض الفران ويموتوها او يقزوها وبعدين بعد شوية كده الفران قالت نحنا لازم نروح للملك فراحوا للموس كينج وقالوا له ده مش حاجة امان لنا خالص فالماوس كينج قال لهم الملك قال لهم ما تقلقوش انا هروح اتكلم مع الكوين اليفانت مع الكوين بتاعة الاليفانت فراح هناك راح لها وقال لها المشكلة وكانت مصدومة ان هي بتسمع الكلام ده وطبعا وفقت انها ان هما يغيروا المسار بتاعهم تاني ويمشوا في طريق بعيد عن الفران فراح بقول لها thank you for listening and respecting our needs اشكرت ان انت سمعتين واحترمت احترمت ال needs او الاحتياجات بتاعتنا ونتمنى يعني نساعدكم لو انتم يعني في موقف صعب او difficult situation ساجة من اول the elephant queen لحد الدفع اشترك للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 تقع في أي مشكلة يعني بعد كده عدى وقت كام أسبوع كده بعدين بعض الصيادين شافوا الفيلة دي وثابوا في المكان بعض الشباك وطبعا بما أن الألفنت مش بتشوفها بتمشي فين كويس فالشباك الألفنتس وقعوا في الشباك وهم رايحين في طريقهم ليه البحيرة وبعدين ما قدروس بقى طبعا يتحركوا وفضلوا يعملوا روورد الصوت الصوت بتاع الألفنت بقى صوت عالي جدا فالفران سمعت دي دوشة الجمدة جدا دي من الصوت الألفنت الفيلة وجوم وابتدوا يعضعضوا في الشبكة المسكة الألفنت وطبعا الفران والشبك تقطع والألفنت تقطعوا منه تالي يوم الملكة بتاعة الألفنت راحت تشوف الماوس كينج وقالت له شكرته جدا وقالت له مشكرك أن انت أنقصت الفيلة بتاعتي من الصيادين وده بقصة رمزية بتقولنا أو بتعرفنا أنه كلنا دينا دور من أكبر واحد في المجتمع لأصغر واحد في المجتمع كلنا دينا دور وكلنا ممكن نعمل فرق كبير حتى لو احنا شايفين نفسنا صغيرين جدا طبعا الماوس كينج فلت لايك the happiest and proudest mouse in the village حسن يعني الماوس كينج حسن هو يعني أكتر واحد مبسوط وأكتر واحد proud فخور في القرية كينج يحن أيها متحر أكتر إلى الأممم على أكتر أكتر على محمد ريد لحل المجتمع مرحل مرحل اممم ماهو داني I am 11 and I live in Alexandria. I go to school at Alex's Modern School. It's a great school and I have great friends. I'm quite tall and I have long brown hair. I wear branch brakes. I have an older brother and an older sister. So they call me the baby of the family. I'm keen and working with my family and friends and the countryside near where. I live is really amazing. I am into photography. I like taking photos of all the beautiful things I see in the countryside. Okay. Here I have a note that says. Hi everyone. Hi everybody. How are things? يعني ايه الاخبار؟ بتقول my name is Dalia. اسمها داليا. عندها 11 years old. وعيش في Alexandria. اسكندرية. بتروح مدرسة اسمها Alex's Modern School. وبتقول انها مدرسة رائعة. Great. And عندها اصدقاء رائعين. I'm quite tall. انا طويلة شوية. And I have long brown hair. عند إشعار طويل بني. I wear braces. بل بالتقويم. I have an older brother and older sister. عندها اخة اكبر واختة اكبر منها. So they call me the baby of the family. بيقولولها بيقولولها the baby of the family. I'm keen on يعني keen on like interesting. Interested. يعني هي هي نفس الكلمة. عندها شغف او بتحب on walking with my family. بتحب بتتمشى مع عائلتها و أصحابها. and the country side a reef never where I live near where I live أريب من المكان اللي أنا عايشة فيه. I live countryside اللي هو الريف اللي أريب من المكان اللي أنا عايشة فيه. إنه هو رائع. Amazing. I'm into photography برضو هنا into معناها interested. بتحب التصوير جدا. I like taking photos of all the beautiful things I see in the countryside. بتحب بتصوير كل الحاجات الجميلة اللي بتوفها في الريف. يالله يا حلا. لحد هنا. أسفل من أول هنا. I also love لحد الآخر. I also love listening to music from my country and all over the world as well as this I'm really into sports. I play volleyball at my local club and we have games about once a month. On the weekend I love going to the mall to the mall with my friends and family and then I go to my grandma's to watch movies with her. we walk we walk a lot and she lives near my house so it's easy for me to get home. I think a lot about the future and I think I would like to be a dentist like my dad. What about you? What do you what do you look like? What are you what are you our hobbies? What's what's your hobbies? Try to tell me about yourself. طيب هي بتكمل بتقول إن هي بتحب بتستمع للموسيقى من من البلد or all over the country all over the world أو موسيقى عالمية إما موسيقى يعني عادي مصرية إما موسيقى عالمية وبتقول كمان I really I'm really into sports برضو قلنا into يعني معناها interested in هي مهتمة جدا بالسپورت الرياضة بتلعب في النادي and we have games about once a month عندهم مطشاط حوالي مرة في الأسبوع وفي أجازة نهاية الأسبوع بتحب تروح المول مع عائلتها وأصحابها مرة في الشهر بتحب بتروح المول مع قول تاني معلش حضرت لي ومس قلت مرة في الزب لأ سور مرة في الشهر بتحب بتروح قولنا المول مع أصحابها وتعمل شوبينج وعائلتها وبعد كده بتروح لجدتها هي عايشة قريب منهم فبيروحوا يتفرجوا على بتروح تتفرج على الأفلام معيها وتتكلم معيها وطبعا ببقى أن هي عايشة قريب منها فده سهل أنها هتروح لهم بتقول أنها بتفكر كتير في المستقبل هي عايزة تبقى دكتورة أسنان زي بابوها وبتسألك what about you what do you like what do you look like أوصف نفسك يعني هواياتك and tell me about yourself بقى هنا الجزء ده الجزء اللي تحت ده هناخدو homework write about yourself like اسمعي داليا صح يبقى الجزء ده هناخدو homework write about yourself like داليا تمام يا شباب يعني 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 هنكتب paragraph زي ما هي كتبت كده عن نفسها عن what do you look like أوصف نفسك what are your hobbies هواياتك أوكي عايز تبقى إلا ما تكبر نفس اللي هي عملته كده في الparagraph ده write about yourself تمام تمام يمس اوكي يلا هانا ياس احدفين يمس احدف اخر صف هناخدو 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 فنو غو هر 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 سكور أنا في مسك المدي فزيو 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 دون دون دونيا سي 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 فزيو 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 و سي 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 تقول Hannah is a good friend who lives on my street عيشة في نفس الشارع معيها في يوم من الايام after school نادتها she called me my new walker arrived المشاية بتاعتي وصلت زي ما حنا شايفينا في الصورة هي مشاية بالمشاية do you want to come over and help me decorate it ممكن تيجي تحب تيجي عندي ونزينها excited I ran I ran to her house وانا متحمسة جدا رحت لها البيت as she gets taller هي طولت Hannah receives the new walker every year Hannah بتجيلها مشاية جديدة كل سنة عشان بتطول when new one arrives لما واحدة جديدة بتوصل we decorated بن زيينها Hannah's favorite color is green لونها المفضل green so we painted green لوناها green and decorated with stars وزيينها بنجوم with stickers it looked awesome انشكلها روعة what what should we do ناوريم هات حب نعمل اي دروقتي so I think we should go to the park نروح ال park we often go for a walk to the park احنا عادة بنتمشى بعد المدرسة Hannah physiologist الطبيبة الطبيبة اللي هو العلاج الطبيعي بتاع Hannah اللي اسمها دونيا بتقول it's important for Hannah دي حاجة مهمة لHannah to get fresh air عشان تاخد هوا نقي and exercise her legs so they get stronger وتدرب رجليها وتمرن رجليها علشان تبقى اقوى يلا يا محمد at the park we meet our friends they said Hannah's new worker looked great our new friends Russia asked Hannah why she need a worker well she said when I was born something happened to my brain and it worked differently to some other people my dad calls it my special brain the name of for what I have is cerebral palsy cerebral palsy يعني can you do everything with the walker ask russia now for eating meals I have a special chair at home and for going out in the car I have a special seat it's really comfortable then we walked a little more with our friend Hannah was walking behind with Nadia our other friend suddenly a woman came running toward us and she was crying طيب هنا بيقول لنا في الحديقة بقى we met our friends قبلوا أصحابهم وقالهم أنه المشاية الجديدة شكلها حلو جدا our new friend russia russia سألت هنا ليه هي بتحتاج المشاية فقالت لها لما كنت لما تولت في حاجة حصلت في my brain في دماغي أو في المخ and it works differently وابتدى يشتغل بشكل مختلف عن البشر بابا 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 بسمي عقلها أو المخ المتميز أو المخ المخ مخ لها العلمي اسمه سريبرا الفالسي اللي هو الشلل الدماغي فرشا بتقول لها تعملي كل حاجة بالمشاية قالت لها لأ عندي حاجة داني وانا باكل بستخدمها كورسي كده مخصوص ولما بخرج بالعربية في برضو مقعد مخصوص وبيبقى مريح جدا وبعدين ماشي شوية مع أصحابهم أنا كاتبشة ورا مع ندين وبعدين في سيدة جات عملة تجري نحيتهم وكانت بتعيت يلا يا حلا I can't see لحد الآخر she said I can't see my little boy I turned around to get him a snack from my bag and now I can't see him how old is your little boy asked Kondrasha only one he can't walk he crawled along the ground so we all looked in the grass and the snack bar but we didn't see him then then I noticed there was a group of trees behind where the woman was sitting let's look over there I said and for Hannah nobody know we all ran over the trees quite scared because it was near the road Adam shouted the woman and she stopped crying there was Adam pulling himself after the Hannah's walker and Hannah was walking to him quietly his mom was so thankful that Hannah found him we walking we talking to him quietly his mom was so thankful we were all so relieved and happy and we had an ice cream to celebrate Can I go to Basso? Ah, okay طبعا الست اللي جات عمالها عايت ناحيتهم دي كانت بتقول ناحية مش لقية او مش عارفة تشوف ابنها فين ف انا يا دوبك اتدورت اجيب له سناك من شنطتي وبعدين ما شفتوش تاني فرشب تسألها عنده قد ايه فقالت لها only one عنده سنة واحدة he can't walk مش بيقدر يمشي he crawled بيت حف على الارض so we all looked in the grass كلهم بقى بصوا تحت في الارض في العشب and the snack bar واللوح بتاع السناك but we didn't see him مش شايفينه then i noticed there was a group of trees شافت كده مجموعة من الاشجار behind where the woman was sitting وراء المكان اللي كانت السيدة قاعدة فيه فقالت لهم تعالوا نشوف هنا and where is hana فين hana فمحدش عارف فين hana we all ran over to the trees كلهم جريوا على مكان الشجر ده quite scared وهم شوية خايفين because it was near the road علشان كان قريب من الطريق اللي برا عند العربيات adam فضلت بأمامته تنده أو تزع adam وبعدين راحت وقفت توقفت عيوت there was adam pulling himself up onto hana 's walker كان adam بيحاول تشعبط في المشاية بتاعت hana وهana كانت بتكلمه بهدوء his mom was so thankful مامته كانت يعني حاسة بالشكر جدا انه هنا لقيته we were also relieved كلهم كانوا مبسوطين وارتاحوا ورحوا يأكلوا آيس كريم عشان يحتفلوا انهم لقوا adam محمد حالا قيته حوى الفراغ في كل حال شعور شكرا للمشاهدة 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 سيكون هناك مجلسة. أثم مشكلة حينما أولاً. فإن أعطيبه ايه أبداً. ما أولاً أبداً. الشهر مصر الإيقام الشهر مصرم الإيقام الشهر مصرم الإيقام المنطقة في المنطقة المنطقة الأخرى عندما كانت الواقع أنه كان مجرد there was three minutes ее at the end of the game on two minutes suddenly aluminum ميähr المقاطع and threw it to Hazem CPA move to the player and throw the ball to Adam There were 16 seconds to go. Adam caught the ball and stopped his wheelchair. For 30 seconds he put his arm above his head, 20 seconds in, he threw the ball high in the air and it dropped into the middle of the basket and everyone cheered loudly Adam's team won the match what a great day تمام طبعا احنا اكتشفنا انه Adam بيلعب setting volleyball sorry setting basketball فهنا قال له هاي حازم انت متحمس للمتش فقال له ان هو اكتر حاجة متحمس لها استنى مامته لما طلعت الويلدشير فطلعت اللي هو الكرسي اللي بعجل من العربية من ورا من الشانطة العربية وبعدين قال لها بص يا ماما there is Mr. Adel ده Mr. Adel هو بتاع العلاج الطبيعي بتاعه he has come to watch the game هو جاي يتفرج على المتش تعالي نرحب به فأدم started playing ابتده بقى يلعبه هو ابتده يلعب wheelchair basketball هي بسكتبول على كورسي بعجل من ست شهور قولي افهم وكل الفريقين برضو بيقع عندهم بركابه برضو على آه هو لو ستنك بسكتبولي بقى كل الأعضاء الفريق آآ بتاعد على يعني عندهم some sort of disability عندهم شيء من الاعاقة وبيتحركوا على كورسي بعجل ما ينفعش يبقى ناس سليمة تلاعب ناس عندها disability هيكسبوهم بكل سهولة ليه اما لو حد يمس قاعد واحد سليم بيعرف اه اه بالضبط ايوة انا فكرك بتقول لي ايوة طبعا لو حد سليم بيلعب حد حد عنده disability اكيد هيكسبو بسهولة فالفريق كله بيبقى عنده disability فبيقول آآ انه آآ الموتش ابتدى دنيا مشي كويس وفريق ادم كان آآ كسبان لحد اخر خمس دقايق لما الفريق التاني حقق آآ هدفين وده كان الموضوع بقى خطير لانه كان فاضل ثلاث دقايق لحد نهاية الموتش وبعد كده آآ تو مينتس بعد كده ماجد كوت دا بول ماجد آآ ميسك الكورة ورماها لحازم حازم كويتلي موفد باست تو بلايرز عد حازم عد بسرعة من لعبين من الفريق التاني وآآ ثرو دا بول تو ادم رح رمى او آآ حدف الكورة لادم وكان خلاص ستين ثانية علشان الموتش يخلص آآ ادم ميسك الكورة وستابد هز ويلتشير وقف الكورتي بتاعه وثيرتي ساكن تلاتين ثانية حط دراعاته فوق آآ دماغه عشرين ثانية رح رمى كورة هاي ان دا اير آآ محتاجين معلق رياضي يقرر بتاع دي رمى كورة عالي في الهوى واتدروبت نزلت في منتصف الشبكة والناس كلها فضلت آآ اي هو دا بالزبط كده آآ وبعدين ادم بقى الفريق بتاعه كسب الموتش طيب يا شباب احنا احنا عندنا هنا عندنا جرامر بس احنا مش هناخده النهاردة عشان الدنيا كده كتير قوي فاحنا هنقف هنا هنحفظ الكلمات ديني بقى كده عشان انتوا نسيتوا المرة الجاية في الكلمات بتاع تريونت اللي هي لحد بيج 147 146 147 انا كده مستفضل لنا درس بري باريير ترياس بعدين الستوري انت بستغل علي لسه عسه عندنا المرة الجاية عندنا درسين جرامر محترمين كده هنشوف في الوقت ههيعمل معنا ايه واذا كنا هنقسمهم ولا لا تمام تمام اوكي ما تنسوش الكلمات المرة الجاية عندنا ديكتيشن في الليسن كله تمام تمام